ديمستورا المعلومة كانت غائبة عن اجتماعات الساسة لإدراك ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا أضف إلى ذلك توجيه ديمستورا دعوة طرفي المعارضة والنظام إلى إيجاد نقاط مشتركة للنجاح في الوصول إلى حل قبل الموعد المرتقب في آب أغسطس المقبل لكن ما يختلف عن هذه المفاوضات رغم عدم تحديد موعد لها وعن تلك التي سبقتها تصالح لاعبين رئيسيين في الملف السوري وهما تركيا وروسيا وعودة علاقات البلدين إلى ما قبل إسقاط تركيا الطائرة الروسية التي اخترقت حدودها في نوفمبر الماضي كانت العلاقات الروسية التركية قبل نوفمبر الماضي في أفضل حالاتها من الناحية التجارية والسياحية ورغم أن خلافهما كان قائما تجاه الملف السوري لكنه كان مستوعبا بين الجانبين فهل سيساعد هذا التصالح على سد ثغارات التي تعطرد طريق جنيف كل مرة وتحديدا تلك المتعلقة بالتمثيل الكردي يترقب كثيرون اللقاء المنتظر لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره التركي على هامش القمة الإقليمية التي ستعقد في مدينة السوشي الروسية يوم الجمعة لبحث الملف السوري وفي وقت سابق اتهم لافروف المبعوث الأممي ديمستورا بأنه أصبح رهينة الهيئة العليا للمفاوضات كما اتهم واشنطن بالفشل في إخراج قوات المعارضة المعتدلة من المناطق الموجودة فيها جبهة النصرة كما قال على ما يبدو فإن نجاح تلك المفاوضات وتحديد موعدها سيعود إلى موسكو وأنقرة فنجاح لقاء لافروف أوغلو المرتقب سيحمل تفاصيل ذلك وهذا لا يعني أنه لا يوجد تحديات كبيرة تواجه جونيف المقبل وتحديدا تلك المتعلقة بالأسد والتمثيل الكردي المدعومان من موسكو خصوصا أن وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة في الكريملين قولها بأن روسيا ستؤيد رحيل الأسد في حال تأكدها من عدم انهيار ما اسمتها الحكومة السورية حيث أن هذه الخطوة ربما ستأخذ سنوات كي تتحقق وخلال هذه السنوات ستواصل دعمها للأسد متجاهلة كل الضغوط الدولية وهو ما يزيد من تعقيد ملف المفاوضات المتعثر أصلا الأمر الذي ربما سيخلق نوعا من البرود في العلاقات الروسية الأمريكية جراء ذلك لكن ماذا عن علاقتها مع تركيا؟ ثم تمن يرى أن ذلك لن يؤثر على علاقات البلدين تحديدا الاقتصادية منها والتجارية حتى وان اختلفتا سياسيا حول سوريا فلابد من استمرار التصالح لاستمرار المصالح